اشتركوا في القناة والإحسان والرحمة والمغفرة والتوبة والقرب من الله جل جلاله ليكون شهر القرآن والمساجد والفقراء والمساكين والأغنياء على حد سواء وأيضا ليكون هذا الشهر شهر الرباط وشهر الفتوحات وشهر الانتصارات ولنا أن نتساءل لما كان رمضان دائما شهر الانتصارات وشهر الفتوحات وشهر الرباط وشهر الجهاد وشهر الخير وكيف يمكن أن نستعيد رمضان ليكون كذلك في حياتنا اليوم عندما ندرك أن من أسرار هذا الشهر أنه شهر التقوى ومن ثم فهو شهر الانضباط والمراقبة الدائمة لله جل جلاله ومن ثم فهو شهر الصبر وشهر الإرادة فلا شك أن تلكم القضايا من أساسيات بناء أمة تريد نصرا وتريد عزة وتريد فتحا وتحريرا وعندما ندرك أن هذا الشهر هو شهر الأمة أيضا شهر الوحدة فإذا كانت الأمة أمة واحدة متجهة بقلوبها إلى الله سبحانه وتعالى فعندئذ هي الأمة التي تستحق نصرا وتستحق فتحا وكذلك كان شهر رمضان في حياة المسلمين فهل نستعيد شهر رمضان في حياتنا اليوم ليكون كذلك وإذا كان شهر رمضان شهر تجليات الرحمة الإلهية وشهر الإحسان إلى الآخرين فيحسن الله إلينا ويتجلى علينا برحمته فنكون أهلا للنصر وأهلا للفتح بإذنه وكذلك كان رمضان من قبل وكذلك يجب أن يكون رمضان فلا غر وإذن أن يكون رمضانه الذي هو شهر القرآن القرآن الذي يربي الأمة على العزة على الإيمان على الإرادة على الوحدة على الأخلاق على القيم إلى غير ذلك على التضحية على الإنفاق هذا القرآن العظيم الذي أخرج أمة من لا شيء يجب أن تعود رسالته إذن في حياتنا وفي شهر رمضان وفي كل وقت حتى نقول إننا الأمة التي تستحق نصرا وفتحا بإذن الله تعالى وإذن لا غر أن يكون في رمضان في مثل أيامنا هذه انتصار بدر العظيم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل ولا غر أن يكون في رمضان في مثل أيامنا هذه فتح مكة الأعظم الذي فتح الله به القلوب والعقول والبلاد جميعا ولا غر أن يكون في رمضان إذن فتح الأندلس الذي كان وراءه ما وراءه ولا غر أن يكون في رمضان أيضا فتح عمورية وأن يكون في رمضان عين جالوت التي كسرت شوكة التتار وصدتهم عن بيت الله عن المسجد الحرام ومن ثم كان الحفاظ على مقدساتنا في شهر رمضان في عين جالوت في صد التتار والمغول عن بلاد المسلمين هذا الشهر إذن هو شهر المقدسات هو شهر بيت الله الحرام هو شهر الأقصى هو شهر القدس فما حال القدس اليوم وما حال أقصان اليوم وما حال مقدساتنا اليوم إذ ينبغي أن يكون هذا الشهر شهر القدس نعم وإن كان فيه زمن مضى وليس ببعيد كانت مجزرة اللد في شهر رمضان وكانت مجزرة الحرم الإبراهيمي في المسلمين المصلين الموحدين فجرا في شهر رمضان ولكن هاهم المؤمنون وهؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم من فضله سبحانه وتعالى هدى يتصدون لغطرسة عدونا الصهيوني الفاجر إذ يحاول أن يعتدي على مقدساتنا وأقصانا فيتصدون له ويكسرون غطرسته ويحطمون هيبته في الوقت الذي يخرج فيه زعيم هذا الكيان متغطرسا ليعلن أن أمة العرب قد انقادت له بجميعها بكلها وكلكلها وليعلن أن التطبيع أصبح هو اللغة السائدة بيننا وبين العرب يحطم هؤلاء الفتية المؤمنون على أسوار بيت المقدس وعلى أسوار المسجد الأقصى وفي ساحات المسجد الأقصى يحطمون هذه الهيبة وهذه الغطرسة ويعيدون للأمة بعد بعض رونقها ويذكرونها ببعض حقائق الإيمان وبعض حقائق حقوق القدس والأقصى وبعض أخلاق وقيم شهر رمضان ليقول لأولئك المهرودين والمطبعين خسئتم لا يمكن أن يكون تطبيع ولا هرولة إلى عدو يغتسب مقدساتنا ويعتدي على أقصانا ومساجدنا وأموالنا وإرادتنا وإيماننا وقيمنا لا يمكن تلكم بعض قيم شهر رمضان إذا عدنا إلى غزوة بدر بدر عبرتها في آيتين عظيمتين في كتاب الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذن كأنه يقال لنا وإنكم وإن كنتم في ذلة وضعف ولكنكم لما كنتم من أهل التقوى وتحققتم بحقيقة التقوى كان نصر الله لكم فإذا أردتم أن يكون لكم ذلك دائما فاتقوا الله وإن هذا ليقودكم إلى أعظم مراتب العبودية لله الشكر فاتقوا الله لعلكم تشكرون فإذا أردنا فرقانا وإذا أردنا نصرا وإذا أردنا فتحا فلا بد أن يكون طريقنا طريق التقوى الذي هو عنوان الهداية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فلا يمكن أن يكون هداية إلا بتقوى ولا يمكن أن يكون نصر إلا بتقوى ومن ثم جاءت الآية الأخرى لتقول وتؤكد يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم هذه عبرة هذه عبرة بدر إن أردنا أن نتحقق بعبرة بدر ليكون في حياتنا بدرا ونصرى وفتحى بإذن الله وإذا جئنا إلى فتح مكة الأعظم كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الفتح العظيم فتح القلوب والعقول قبل أن يفتح البلاد صلى الله عليه وسلم بنور الإيمان وكان عنوان هذه المرحلة التسامح والعفو وكان عنوان هذه المرحلة الخضوع الكامل لله سبحانه وتعالى والعبودية الكاملة والتواضع الأكمل لا يدخل مكة مزهواً بنصر ولا يدخل مكة مقيماً الاحتفالات والأفراح ولا يعتد بنفسه وحاشاه صلى الله عليه وسلم ويرسم لنا منهج العبودية الخالصة لله سبحانه ليقول أيضاً إن هذا الفتح هو فتح للمستضعفين الذين صابروا وصبروا وهو فتح لنصرة من يلوذ بالإيمان وأهل الإيمان والوفاء بالعهود مع أولئك الذين استنجدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول إن هذا الفتح تطخير لمكة من أدران الشرك والجاهلية والوثنية بكل أشكالها ليكون هذا الفتح عنوانه الحفاظ على كل قطرة دم فلا يسمح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسفك قطرة دم بل إنه يوم المرحمة ويوم تعظم فيه الكعبة هكذا كان العلوان فجاءت صورة النصر لترسم ذلك كله لتبين ذلك كله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح لا يأخذك العجب لا تعتد بنفسك وصلنا إلى مرحلة أن بعضاً يحتفل بهزائمه ويجعل الإعلام يقلب الهزائم والمخازي نصراً وفتحة ثم يعتد بها ثم يتيه بها بالله عليكم لو كان حقيقة ثم نصر أو ثمتا إنجازات حقيقية لأن لها نفسه ذاك بعض الناس ولكنه منهج الإسلام ولكنه منهج القرآن ولكنه منهج محمد صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك هكذا كان هذا النصر في ظلال العبودية الخاضعة لله سبحانه الذي مهد له بفتح أعظم آخر في صلح الحديبية قام صلح الحديبية الذي هو فتحاً وسماه الله فتحاً قام على التوبة وقام على المغفرة وقام على الهداية التي طريقها التقوى أيضاً فكان النصر وكان تمام النعمة إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيمة وهذا الفتح الذي قام على التوبة والمغفرة وقام على الهداية العظمى قام على ماذا أيضاً قام على بيعة صادقة مع الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً قام على قلوب تجردت لله فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً قام على كيان أمة واحدة موحدة في ظلال العبودية تحت قيادة أعظم هي قيادة محمد صلى الله عليه وسلم وهم حوله حافون به مناصرون له محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تلكم أسس الفتح وتلكم أسس النصر وتلكم أخلاقيات رمضان وذلكم رمضان في حياة المؤمنين فهل نستعيد رمضان بعبوديتنا الخالصة لله بتقوانا لله سبحانه بترسونا منهج محمد صلى الله عليه وسلم في طريق الفتح والنصر فتح مكة الذي كان ثمرت العبودية لله ثمرت الجهاد ثمرت التضحية ثمرت الدماء ثمرت الإنفاق ثمرت الإخلاص ثمرت الصدق ثمرت التجرد الخالص لله هل نكون كذلك في كل وقت وارمضان مفتاح لهذه الخيرات كلها أقول قولي هذا وأستغفر الله لي والأمين ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا